وهذه صور مباشرة مشاهدين نتابعها من قطع غزة الآن أعمدت الدخان تتصاعد في بعض المناطق أعمدت الدخان الأسود كما نتابع الآن جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع مصادر فلسطينية أعلنت مقتل الثمانين فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة فيما تستمر عمليات انتشال آخرين من تحت الأنقاض طبعا تواصل إسرائيل غيراتها على غزة لليوم الحادي عشر على التوالي وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة القتل الفلسطينيين إلى 2837 قتيل ونحو 12 ألف جريح